اشتركوا في القناة 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 عليه. فش اللاباي بدأ خارج منه. لو لاحظنا الرسمة الام واحد. هي الام واحد. فبنلاقي الانفرد ليفل تابعه هو هو ايش? هو فش اللي له رقم واحد. ما لوش اللي رقم واحد افرد ليفل. اللي هو اللي خارج منه فقط. فهذا ما بعملش على تشيك لانه اصلا هو فش اللابايب واحد خارج منه. ما فيش بايب حيدخل عليه. تمام? فهذا بس يبني منه عشان كده سيبت اخر واحد اول واحد. بعدها باجي على الانفرد لفل تو. اللي هو تابع المنهول رقم اتنين. اللي هو راح يكون وين? راح يكون هان. تمام? اللي هو ايش قبل. اللي هو هانا بالزبط هان. هذا الانفرد ليفل هان. طيب. بعدين بنزل الانفرد ليفل فروم للي بعده للبايب اتنين. الانفرد ليفل فروم للبايب اتنين اللي هو هايو هذا. هذا. فعنا صار عندي المنهول اتنين في بايب داخل عليه وفي بايب طالع منه. فعنا بتضمن انه هدول البيبين الفريق ما بينهم خمسة سنتي على الأقل. وهذا اللي أنا سويته بالضبط. جيت قلت هنا في الانفرت لفل. طبعا نقول لأنا سبتها وحكينا ليش سبناها لأنا ما فيش بايب داخل. بعدين جيت هنا قلت إذا كان الانفرت لفل 2 اللي هو خارج من المنهل نقص الداخل إلى المنهل أقل من خمسة سنتي. هذا معناته بدنا بدنا إيش نسوي. نجيب الانفرت لفل 2 وننقص منه خمسة سنتي عشان نوصل لأيش للديزاين الكريتيري اللي أنا بديها. طب إذا ما كانش خلص ياخده زي ما هو. ما مش مشكلة. أتفضل اللي بدي يسأل. تفضله. باش مهندس. آه. بعد إذنك أردت في في الآخر شي تشتغلناها في الاكسكافيشن. آه. في في القيم الطو طلع معي قيم بالسالب وعليها طلع في المانهل ديبس طلعت قيم الحفر كبيرة يعني ستة متر وبوينت تسعة ووحدة تانية طلعت معيها تمانية متر بوينت تمانية على خلاف إنه اللي قابليها والبعديها قل منها بكثير يعني اللي قابليها أربعة والبعديها ثلاثة وشوية. ايش بكل سوء. في قيم طلعت قدي يعني قيم قيم كبيرة وقيم صغيرة في الحفر. في الحفر في قيم طلعت ستة متر وشوية وفي قيم طلعت تمانية متر وشوية هي نفس القيم هادي لما رح شفت رجعت لورة في الجدول شوية لقيت في اكسكافيشن قيمها بالسالب في التو مش في الفرومو. ما نفعش بالسالب في مشكلة عندك. ما أنا حاولت أني أراجع أشوف الشو هي. أنا خلص المشروع وسلمته ولكن حاولت أني أرجع أشوف ايش بوشك لما مرسعرت لبوين وصل الله. حاولت أرجع فيها واشوف لوينت. ما مش مفترض يطلع بالسالب يعني ما غلط خلط. إذا فيه في السالب معناته في مشكلة في البرمجة تأكد تماما لأنه أنا أنا وجهت الموضوع هذا كتير سواني يا أحمد. أنا وجهت هذه المشكلة كتير في مع الشباب يعني. يجي الشاب مثلا يقول لي أنه والله أنا في عندي مشكلة بطلع بالسالب. طب وقول له مشكلة في البرمجة. يقول لي لأ دورت. طب دور دور. بالآخر أقول له بعتلي الملف. ألاقي غلطان في فاصلة. غلطان في حاجة في البرمجة وصارت كتير. الاكسكافيشن هي يعني ايش هي ناقص الانفرت ليفل مثل. بالزبط. ناقص الانفرت ليفل زائد ثكنيس صحيح. آآ طلعت معي بالسالب. معناته بيكون في مشكلة في الانفرت ليفل. فيمن مشاهقات هي معتمدة على الانفرت ليفل ده ترجع ترجع الانفرت ليفل هل انت عاملوا صح ولا لا. ازا عاملوا صح بدك ترجع تتأكد من الخطوات اللي مشيت عشان تحسب الانفرت ليفل. ما هو انت بتاخد الانفرت ليفل المعدل الموديفايد. الموديفايد ما هو خدت الموديفايد انا. بالزبط فبدك ترجع تتأكد من الموديفايد وقبله تتأكد من الاصلي اللي هو مش موديفايد اللي هو الانفرت ليفل العادي. فالاصلي برضو عبارة عن عبارة عن ناقص ناقص الضرب. تمام. بدك تتأكد من الضرب من هناك. ماشي. بدك تتأكد من الاطوال الاطوال صحيحة عندك مية بالمية ازا صحيحة خلاص بتحطه عشقة بتفوت على اللي بعده. بتشوف ازا عندك والله تمام خلاص بتخش على بتأكد من الخطوة اللي احنا حكينا فيها. قيمة قيمة ممكن تكون بتأثر اللي هي بوينت زيرو تلاتة. ما هو بس مسموح بوينت زيرو تلاتة ايش يعني? اه اه مش عالية كتير انها ممكن تكون بتأثر عليها. ممكن عالية بتأثر بس مش راح يطلع معك الاكسكافيشن سالب. لا. فيه غلط. بس انا ظهر. بس اعبعط لك الملف اللي تشوفه. خلينا شوف معطاسم. قولها معطاسم. ماشي توقع الله. انا ظهرت مع. انا بحكي بنافس مشكلتك لانه. ايه يا معطاسم. لا لابنا مع المشكلة ده ولا قدت الغلط في اللي احدتها من خريطة الكلتورية. اهه. ممكن. ممكن. انت بتروح بتشوف اللي عندك بالسفل وبتدخل هاي القيمة على يعني يا دول. انا هيك عملت. ممتاز. يعني رجعت القيم هادي قيمة القيمة ما بين السفل والاكسل. حطت البرنامجين جنب بعض ورجعت قيمة قيمة نقطة نقطة. اه. ازا ازا رجعتهم يعني صح. انا صارت معي قابل هيكة بس اه في قصة الاطوال. ممكن يكون. انا حكيت له. انا حكيت له موضوع الاطوال هو في مشكلة. يعني مرات انت بتلاقي الاطوال غلط لانه انت ماخد اللي هدافيات غلط. في متكيف. اه. عشان ايك. ممكن. وفي اكتر من مشكلة يعني. اكتر من مشكلة ممكن تسبب الشغل هذا. لانه كله مترابط الاكسل يعني كل قيمة بتتمد على اللي قابلها. كل حاجة بتتمد على اللي قابلها. فكتير شباب يعني كانوا يلاقيهم بس غلطان في فاصلة. ما في واحد مثلا كان عامل اه الاس تبع المعادلة. اوس الثلاثة على اربعة. مش حاطه في جوس. فهو عامل اوس الثلاثة بعدين مقسم كل المعادلة على اربعة. فم خربط كل الدنيا. فم كيف. هو تقريبا بس عندي برانش واحد فيه نقطتين اللي طلعوا سالي. بقى باقي البرانشات كلها طلعت كويسة مش فيها اي مشكلة. ما رود علي رود علي انت روح على اطوال شوف اذا في عندك اطوال اكثر من ستين معناته في عندك خلال اه. الطول طلعت باهم طلع ستين باقي تلاتة سبعة. طب كويس طولهم اه. اي ببا والتاني طلع معي سبعة واربعين باقي تمانية ستة. مش عارفش هاي مش مشكلة ابقى بعدت لي اياه. دس مردت البرانش منجك اي سونبر. شوف هاي هاني هاني المشكلة. طلع عندي تسعة وعشرين باين تسعة والتو طلع خمسة وعشرين باينت سبعة. ما ظنش فيها مشكلة انا راجعتم بقول لك على سيفل نقطة نقطة 29 وقديش الفروم 29 وتسعة والتوق 25.7 طب امني والنقطة التانية طلعت فيها برضه 29 والتانية 25 بس انا حاجة واحدة بقول لك اتأكد من قصة اللي تو شرحناها قصة لا انا اتأكد منها يمكن انت في المعادلة انت ماخد قيمة غير اللي احنا حكناها خلينا سيتأكد منها وخلص ماشي ماشي وبعتلي اه اذا ما زبطش برضه بعتلي اياه باشوف كيف اه شباب بس ماندس بس ماندس ملجت اا اا اخر اسم بايب اللي حتروح على بايب اللي ايش بايب اللي ايش اللي حتروح على بايب اللي ايش ايش هنعمل فيها ولا حالة انا عندي 141 منهم تمام خلص بتسيبه زي ما هو يعني ما بتعملش فيه حاجة سيب البايب زي ما هو احنا ممكن بعد هيك في مشروع الثالث ممكن ناخد نفس الكمية المية عن كل حدا فيكو وبعدين نحاول نعملها او حاجة ممكن يعني هادي لسه افكار حتى لان بس هنخلص المشاريع اللي علينا بس انت يعني سيب البايب زي ما هو ما تلعبش فيه يعني خلص بايب بالنهائي حتى مثلا سميتي تريتمت بلنت يعني وخلص بس هتلاقي اللي هو لتابعه عشان في اخر بايب عليك هتلاقي اللي مزبوط عشان عشان كدا انت بتسأل اعمل لقراونت اعمل لقراونت لفل اوطى من الاخيره بشوية اوطى من اخر منهن بشوية وخلص يعني وكدا اعمل يدوي عبيها انت من راسك بس اوطى بشوية عساس انت تحقق لسلوب والبايب الاخير ما تدقش يعني تسيبه زي ما هو تمام 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 تمام. بش مهندس يعطيك العافية. الله عافيك يا مصطفى. كيف فعلك. بش مهندس احينا عشان جيت انا في النص تقريبا. هم بيحكوا عنه انه طرع سالب في الاكسكيباشن. اه. فانا طرعت معي طرعت معينا وحدة في الاكسكيباشن. بس دم اشتغلت على الاكسكيباشن اختفت. يعني ما فيش سالب في الاكسكيباشن. في الاكسكيباشن. اه فيش سالب. طب يا احمد في عندك سالب في الاكسكيباشن. اول مشكلة صارت مع احمد. طيب في شغلة تانية بش مهندس. اه. الاكسكيباشن لا يا بش مهندس وش موجودة فيه. فيش سالب فيها. فيش سالب في الاكسكيباشن. طب تمام يعني ما فيش مشكلة مدام هيك. بس ننطلع. بس مشكلة عطلت في الاكسكيباشن. انا فكرت. انا فكرت طالع معك في الاكسكيباشن سالب. معناته في مشكلة في البرمجة. في الاكسكيباشن. في الاكسكيباشن ما فيش مشكلة انه يطلع معاك يعني فيه لانه انت بتصير يتعدلها احنا ليش عملنا الاكسكيباشن الاكسكيباشن. اه اه اه. عشان تعديل. اه. بس كمية المانهول دبس طلعت عالية جدا يعني اللي جاب ليها مسلا ادين بوينت واحد واللي بعديها ستة بوينت تسعة. مش جسة مش جسة بكون انت في البيب اللي جاب يعني اللي جاب اللي مشيت على المنسوبة الطبيعية والبيب اللي بعد بتكون عدلت على على الاسلوب. يعني عادي ما فيش فيها مشكلة. نادا فيش مشكلة. طب قديش اعلى مثلا اكسكيباشن. معلش يا مصطفى سواني. اه. 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 اه يعني. ولو انه كتير شوية بس مش مشكلة يعني. احنا بالنهاية المنسيب الموجودة مش واقعية مية بالمية يعني. فكويس. كويس تمانية يعني. انا طلع عندي مثلا في شغلي انا طلع اعلى حالة تقريبا خمسة تقريبا انا. انا ستة. عادي اه مناسب يعني. اه تفضل اه مصطفى. نرجع على مصطفى. اه مش منطس اه طلعت معي ستة انا على حاجة. اه اه اه. مش منطفى. اسفتة باك. اتنين وصد صدف اتنين وصد. ممتاز بنته اهل الشجاعية موفرين يا بو. يبانا. مش منطس احنا بنحكي عن اعلى اشي فيه طلعت واحدة ونص واتنين ونص واتنين وشبع انا بحكي عالماكس مظبوط. اه سوداد رفح كمان يا مش منطس. مش منطس كمان اولاد رفح موفرين يا مش منطس. اه قداش طلب عكستة. اه اه مش مهندس. وبرضا الخنونس في عندهم توفير برضو. كل الناس خير وبركة يا عمي. كلهم حبيبنا. بصحة المزلوية. بصحة المزلوية. لا 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 انا طلع مع زتة يا حبيبي. طلع مع زتة. عن ضيعت ديتوش من ستة. اه البيت حنونس كتو ولا خاز اكتر الموضوع. لا لا اكتر الموضوع. لا لا اكتر الموضوع. طبعا شوانس دا سألك سؤالة كيف. اه اه اوز طبعا. الحين بالنسبة للاخراجة الحين الاكسل طبعا شوية اكسل ضخم يعني ما اخذ عرض كبير. تمام. يعني ما بحاول بدي اف بقليل ال 1600 صفحة. مجاش معاك في صفحة واحدة صح? اه مجاشة. فلاص واحد. هادي اكتر. 1600 صفحة طلع. ما انا عارف هادا اكتر اكتر. ايش 1600 صفحة. والله 1600 صفحة طبعا. لا بسمعك غير بقدر بقدر يعدلهم من من الطباعة. لا لا. طبعا وقعد بيلعب في الاعدادات بتاعتها. طبعا امسك شي. اسمع. اسمع اسمع شباب. اذا في امكانية باش ما تصور تعمل سكرين. انا حاول اعملك ايها باش واندي سولة اهمك. بدي اورجيك كيف انت تعمل. يعني انا عندي هنا اطلع يا شباب هايوهان. سوانا. خليلا مثلا بدي اطلع هذا الجدول. كويس. واضحة الصورة. ايه تمام. اه واضحة. طيب باجي هنا تحت بتلاقي بدي اعمل البيج بريك بريفيو. تمام؟ نضغط عليه عشان يجيب لي. لاحظ انت كيف. الخطوط هاده بتمثل صفحات باجيز. تمام؟ طيب. صحيح. اول حاجة انا بدي اعملها. انه انا بدي اروح على البيج لي اوت. واخد اول اشي اذا بدك تعمل اللي هو اللي اسمه الهواء مش تعملهم نارو مثلا. تمام؟ بعد انت يجي تعمل الوريانتيشن تعمله لاند اسكيب. بتلاحظ قاعد بيكبر معك. اه. كويس. طيب بدنا نعدل كمان بدك تعمل السايز. اي فور. تحرك هيك. تحرك هيك. هذا الخط الازرق شايفو? اه شايفو. بنسحب يعني. اه بنسحب طبعا. تحاول تحركه لما توصله يعني لاخر حاجة. وخلي اللي تحت مش قصة يجي. مثلا لو جيبنا واحد هان. اذا كتكسموا قسمان يعني? اه مثلا. يعني هيك تقريبا. بش ما عندي سبس كيف جيبت الخطوط هذي كيف جيبت الخطوط هذي من لو? انا انا عن طريق بش ما عندي سبس كترول وزغرت العجل. طبعا هو الارقام هيك صغارة كتير بس يعني جبت الصفحة كلها. مش قصة مش قصة يعني انا بالنهاية بس قصة الصفحة كلها هذه يعني مش اشي قرآن يعني انت ممكن تعمل تقسمها من النصفينتين صفحتين يعني مفيش مشكلة. من هاي المهم يكون واضح. انا هاي المهم عندي. يعني المهم يكون واضح وشكله جميل يعني هاي المهم. لا مش واضح هو بس هاي الليكس اللي انا عندك. خلص انت لو فصلت التنين عن بعض يعني اتعملت صفحتين ما فيش مشكلة برضو بصير. يعني لو جينا هنا بنعمل كنترول بي مثلا. هاي تبعي شايفين كيف? ايا. ايا الصفحة كاملة بالعرض يعني جاية فيمت كيف? اه. اه بطريقة هذي بتقدر تتحكم يعني انت من خلال البيج بريكي بريفيو بتقدر تتحكم فيه. تمام. 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 اه في مشاكل يا شباب? مش مهندس. اه. معاك مومن شتاب. هلا مومن. مش مهندس بدي حكيلك الان احنا حسبنا الانفيرتلفل في العادي. تمام? اه. قبل ما نعملو مودفاي. اه. بعدين روحنا عملنا انفيرتلفل مودفاي للفروم والتو نسخناه زي ما هو. اللي هو حقق سيابية للمشروع. اه. سيابية للفروم. عشان الخمسة سانطة. تمام. طب الان التصميم الهيدروليكي والسلوب كيف وضعه? مش السلوب هيتغير? لا. السلوب مش يتغير. كيف انا غيرت الانفيرتلفل وفروم. ما هو انت? ما هو انت? ابيت حيتغير. لا. ما هو اي الفكرة? عجيت التو انت خلته زي ما هو. خلو. كويس. الفروم انت اه. الفروم انت عدلت عليه. تمام? بما يناسب انه يكون اللي طالع من المنهل. انت بتحكي عن منهل. ما هو انت بدك تفرق ما بين. اللي احنا حكينا فيه قصة الخمسة سانطة هدي. احنا كنا نشتغل على كل منهل لحاله. فكنت اشتغل انه اللي طالع من المنهل لازم يكون اوطى من اللي داخل على المنهل. ما لعبت في في البيب سلوب. انا ما ما غيرتش البيب سلوب. طب ماشي بتغير السلوب الحين انا المخرج. ما بتغيرش. ما بتغيرش. ما بتغيرش لان انا ثبتت البعد التاني. او المسافة التانية. او الاسلوب التاني. اسف. الليفل التاني انا ثبتته. مش احنا قلنا الانفرط ليفل تو بتاخده زي ما هو. تمام? تمام. حلو. الانفرط ليفل فروم رح يتغير معك. رح يصير فيه تغيير. تمام? رح يصير فيه تغيير بالنسبة لمن? للمنهل نفسه. بس انت هيك بهاي الحالة انت ضامن البايب سلوب. يعني حتى لو بدي يتغير السلوب. انت ضامنه اصلا السلوب. ضامنه انه يطلع نفس اللي انت بدك اياه. تمام? طب خصوصا عن تقاطع البرانش مع البرانش. انا لما ارجع على اروح ادور عليهم في التقاطعات زي ما قلنا المدفئين التعديل اللي بناعمل واحد حاجة. انت في التقاطع بدك تشوف بدك تشوف في التقاطع وين او طواحد فيهم عشان تشوف جدش وين اعلى واحد او طواحد هاي البهمة. تمام. طب ماشي. الحركة هادي بتغيير السلوب. بتغيير السلوب برضو انا. يعني ماشي انت هرجيت معني انه انت السلوب لو تغير معني انت في السلوب انه انت معني فيه انه يكون ضمن الرينج اللي انت بدك اياه مظبوط. اللي انت مسموح فيه. عطى ثميم الهايدروليك اللي انا نصممت. بالزبط. اللي انا سامح فيه اللي هو ما بين .03 لعند اللي هو ال .005. اللي هو .05% لعند .03 مظبوط؟ تمام. وبما يحقق وعدلات 2نج للدياميتر برضو يعني انا في تناسب بين السلوب الدياميتر زي ما صممنا مية المية مية المية مع انت مع انت ضامن السلوب هنا ضامن السلوب ليش؟ لانه انا في البداية لما انحسبت الانفرت ليفل تو. خليني اوار جيك هان. لما انا حسبت الانفرد ليفل تو. هانا. هانا لما انحسبت الانفرد ليفل تو ايش سويت? ما خدتش نفس المعادلة السابقة. عشان انا اتاكد انه الاسلوب مية المية وجاي تمام. اخدت الانفرد ليفل فروم. واش سويت? اشتغلت على الاسلوب. فهزا صار عندي الانفرد ليفل فروم وتو هدول محققين الاسلوب. تمام? تمام قبل الموديفاي. تمام. قبل عملية الموديفكيشن. بعد هيك لما انصار فيه موديفكيشن. لاحظ انت خليني نطلع على الارقام. مش الارقام اوضح. عندك سبعة وربعين بونت خمسة عشر. كويس. والتو كان عندي خمسة واربعين بونت تلاتة تمانية. ضلوا زي ما هم افرقش. خمسة واربعين بونت تمانية تلاتة. صار خمسة واربعين بونت تلاتة تلاتة. تمام? لاحظ انت? لكن النهائي ضلوا زي ما هو. فاهم علي كيف? انا فاهم بس برضو قد تقلب يعني. 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 حتى في التقاطعات. حتى في التقاطعات. انت بتاخد اوطة واحد واعلى واحد بفرض انك ليش احنا احنا عملنا هاد الحركة عشان نحقق السلوب. ونرتاح. ضغطية احراسنا من قصة السلوب. مانلناش كله شوية نطلع عليه. خلص ارتاحنا من السلوب ونيجي نطلع عشرة ثانية. قصة كل مان هول نشوف مين اللي داخل ولي طالع ونعمل اللي طالع أو طالع من الداخل بخمسة سنطر. هذا اللي عملناه في الحالة هادي. لكن لو جيد انت رجعت على كل بايب هتلاقي الاسلوب تبعه مزبوط مية بالمية ما فيش في اي مشاكل. راجع انت في الارقام حتلاقي الامور كمام. بس شوية يعني في خربطة في موضوع انه انت والله انا ااخد منهل لحاله واللي داخل على المنهل اللي طالع من المنهل لانه في هان تغيير بصير الواحد لخمة هان بصير لخمة خاصة لما يصير في عندك برانش وفي ثلاث بايبات مثلا دخلات. فهانا بصير عندك لخمة انه مين اخد مين فيهم. مين الليفل تبعه. فهاي الفكرة يعني. بعد هيك احنا لما نجينا اشتغلنا اشتغلنا بناء على الكلام هذا على الانفرت لفل الموديفايد وعملنا موديفكيشن بناء على الكفر اللي انت بدك تخاف منه في الحالة هادي هو الكفر. بدك تخاف من الكفر. ليش بدي اخاف من الكفر? لانه وانا قاعد بشتغل. تمام طالما السلوب محقق. وانا قاعد بشتغل ممكن يصل في حالة انه يصير عندي الاكسكافيشن تو يصل لسطح الارض. لان انا قاعد يعني مضطر انه انا السلوب تبع يكون تمام وبمدي البيبات تمام. انا ممكن في حالة من الاحوال يصل عندي الاكسكافيشن تو يصل قريب من سطح الارض لدرجة انه مش محقق الكفر. زي ما هو موجود عندنا في في الاغهان تصل الحالة بالطريقة هادي تصير. ليه هادي? انت قاعد بتشتغل ومتأكد من ما بينهم. وقاعد بتميل بتميل بس انت مش ما اخد باعتبارك انه اصلا ممكن يكون نازل. ممكن يكون وصل عندك للعمق طبعك هذا. لانه بيطل حقك عندك الكفر اللي انت طالبه. فهذا اللي بنا نشيك عليها عشان كده عملنا تاني على الكفر. تمام? وعملنا بعد هيك اللي هو هذا المهم. عشان كده احيانا ممكن يطلع معك هان سالب وهانا تتعدل وتطلع تمام التمام. ليش سالب لانه هان بصير انه وصل لسطح الارض. صار بدل ما انت قاعد بتفحر بتزيد. على الوضحة يا مؤمن. امام يعطيك العافية. الله عافيك حبيب. اه ان شاء الله تكون لمر واضحة يا شباب في اي سؤال. طيب احنا هيك بننهي محاضرتنا. اه محاضرة كانت كويسة يعني. السلاء مناسبة يعني كويسة. اه هيك يعطيكو العافية وان شاء الله اه مصحب. بس نزل المحاضرة. ها دي? اه. ان شاء الله اه القتبة انزلها ان شاء الله. مهندس كيف المشاريع الجاية? المشاريع الجاية ان شاء الله راح هيك تمام هيك شباب ان شاء الله بنكون يعني وضحنا بعض الامور. باتمنى الكل يسلم في الموعد المناسب عشان افضل. ممكن نعمل المناقش ان شاء الله بعد هيك. اه بنبلغكم ان شاء الله. يعطيكو الف عافية ونلتقي ان شاء الله في محاضرة. مناقش بس لأيش يا باش مهندس. مناقشة للمشاريع. اه يعني مش لقدام مش كتير يعني. ممكن نعملها حاليا ممكن نعمل المناقشة مع بعض. يعني لسه لمر بس نتفيق مع الدكتور ان شاء الله. ان شاء الله خير. يعطيكو الف عافية. شكرا